افتتحت بولندا وسلوفاكيا خط أنبيب للغاز يربط بين شبكتينهما بهدف تعويض نقص الإمدادات من روسيا وتعزيز أمن الطاقة في البلدين بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت بأزمة طاقة في أوروبا وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر أن خط الربط الداخلي سيسمح لسلوفاكيا بالحصول على الغاز من النرويج إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال الذي يمر عبر بولندا مشددا على أن هذا الربط يعطيهما شعورا جديدا بالأمن لأنهما لن يعتمد بعد الآن على الغاز الروسي وكانت روسيا قلصت وأوقفت إمداداتها من الغاز إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة حيث قطعته نهائيا عن بولندا بينما تحصل سلوفاكيا على 40% فقط من الكمية المتفق عليها اشتركوا في القناة